السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معي عن حضر واحد الكيكا على شكل بسبوسة بالصراحة كتجي رقيا بنسبة للمنضاع دياله ولا اكيد حتى في المنضاع دياله فهي كتجي لديدة بزاف طريقة اللي تشوفوا معي يعني الطريقة السهلة و بسيطة كتوجد ضغير ما كتاخدش الوقت بزاف والاهم من الشي كامل لانها يعني كتتلاحظ جميع الاوقات كانت منى انكم جنواء كانت منى تشوفكم الحلقات اليوم و قول بمرون طريقة تحضير اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله كل ما هو جديد و دبا نخليكم مع الطريقة تحضير فبالنسبة طريقة بالمقادر اول حاجة كنحتاج انها جوج دير بيضات كنضيف اليوم كاس دياله نوادي السكر سنيدة و كنضيف واحد الخنيشة ديال السكر فاني او كيمكلكم تستعبنوا لنكها ديال فاني و كنضيف هنا واحد شوية ديال الملحة و من بعد كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كي ديال السكر و من بعد كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كي ديال السكر هنا نضيف كاس ديال الزيت ناباتية يجب أن يحصل الى الهدفة و هذا يجب أن ينطلق كله كمسكة يجب أن يجب أن ينطلق مجموعة 10 جرام ثم نضيف نسكا لدينا بادي الدقيق الأبيض الخاص بالحلوية ثم نضيف نضيف خنشات الخمير مجموعة 16 جرام نضيف الخلط ونضيف خلطه ثم نضيف كل شيء ترجمة نانسي قنقر نضيف الصمت نضيف حلوة 30 جنو نضيف خلط نأخذ الخالط سميدا و نصرح فوق المول بهذا الشكل و قبل أن نأخذ الكيكة الفران أو البسوسة فأنا نزينها أخذت تفاهم بعد أن نقيته و قطعته للشكل الشرائي حرقيقة و ضروري أن نعمل بشوية الحامض و هنا نزين الوجه الكيكة بهذا الشكل هذا الشكل بالنسبة للتزين فهو يبقى اختياري بالشكل اللي بغيته فهنا نزين الكيكة بالتفاح لكي نرى أن الكيكة بالتفاح من الداخل و بعد ما نسلوفه مباشرة ندخل الكيكة الفران على درجة الحرارة 180 درجة بعد ما نكون سخن الفران من قبل ندخل الكيكة و نضعها حتى تطيبه كالتحمر مزيان و بعد ما نحرشه و بعد ما ندخلنا الكيكة الفران هنا نجد السيرو كي نسقي الكيكة هنا نحتاج الاناء من فوق النار الذي تكون هنا اضفتها لها كاس لعنبادة الملعادي و اضفتها لها نسف كاس لعنبادة السكر كي نسمو السيرو هنا نسموه بالحامض كي يمكنكم ايضا نسموه بالبرتقال او بالقربة او بالسكر فدائما هذا المكان يكون حسب البلد هنا نحن نشطف من تنظر ملاحة التي تجعلها ادفتها نفس السكر و تجعل السروم بسيارة و لا توجد الكيكة هنا نخرجها من الفران هنا عندما نشطف من سيرو بسيارة و لا تجعلها هنا نسقي الكيكة و نحرشها بسيارة سيرو لسا منا فيها مزيان وكتبرد تماما عد كا نقدمها بتبسط ديال تقديم و هنا ما خلينا الكيكا دينا حتبردت مزيان و شربت السيرو فقدمناها بتبسط ديال تقديم بهذه الشكل هدا الي كتشوفوا معي فهي الصراحة كاتجي رائعة بالنسبة للمنظر ديالا اكيد حتى في المضاق فهي كتجي لديدة بزب مضاق ديالتفح مع المضاق ديالتسيرو بالحامض أنا يعني نقطعها معكم باش شوفوها كيفش كتجي من الداخل كيف شوت معي الطريقة ديالا فهي السهلة وبسيطة بالمكونات ايضا اللي هي متوفرة في البيت و كالتح اقتصادية بسهل كانتمنى انكم تجربوها كانتمنى تكون اجبسكم الحلقات اليوم و اذا اجبسكم الحلقات ما تنسى اجتمنى الاعجاب و ايضا تبرتجوا الفيديو هدينا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعموا الفائدة ان شاء الله على الجميع و دبا خاليكم على خير بسلام عليكم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر